يعطيكم ألف عافية متابعينا تعالوا نحضر شربه مميزة وكتير طيبة رح نحضر مع بعض شربة الحمص يمكن تكون غريبة شوي لكن لما تجربوها رح تلاقوا إنها بتستحق التجربة في طنجرة على نار عالية رح أبدأ باستخدام زيت الزيتون وهنا أضفت أربع معالق كبيرة من الزيت في طنجرتي وفضل دايما نستخدم دهون صحية مثل زيت الزيتون أو الزبدة الطبيعية رح أضيف هلأ حبة بصل كبيرة فرمتها لمكعبات سنين توم مهروس رح أقلب البصل والتوم لمدة أربع دقائق لحد ما يدبلوا معي وصيروا جاهزين للخطوة الثانية أقلبكم زي ما شايفين شوفوا كيف صار لون البصل والتوم هلأ صرنا جاهزين نضيف التوابط هلأ رح أضيف نص معلق أصغيرة ملح نص معلق أصغيرة فلفل أسود نص معلق أصغيرة كمون مطحون نص معلق أصغيرة بابريكا تحميص البهارات مع الزيت والبصل والتوم يعطي بعد ثاني دائما للشوربات أو حتى أي وصفة منعملها بقلبهم لمدة دقيقة واحدة بس شوفوا كيف اللون صار عندي كتير حلو الريحة ما شاء الله كتير طيبة هلأ بيجي دور إضافة الحمص كوبين من الحمص المسلوق الجاهز ممكن نستخدم المعلب أو المسلوق بقلب الحمص مع البصل والبهارات مدة دقيقة واحدة بس هستخدم هون معلقة كبيرة من بودرة مرق الدجاج نقدر نستخدمه كعب ممكن نستخدم كمان مرق الخضار لو حبي وممكن لو عندنا مرق دجاج عادي طبيعي نستخدمه بدل بودرة مرق الدجاج والماء يظل عندي هون الماء رح أضيف ثلاث أكواب من الماء بوصفاتي دائما باستخدم الكوب المعياري لسعته 250 ملي رح أقلب تقليبة هيك تأكدت إنه كل مكونات تجانست مع الماء هلأ بدي أعطيها مجال إنها تغلي مع بعض وتتسبك رح أغطي طنجرتي رح أهدي النار لأدنى درجة وأتركها لمدة خمس دقايق تتسبك بعد مرور الوقت رح نرفع الغطا بقلب تقليبة شايفين كيف القوان؟ طبعاً كمية اللي أنا عملتها اليوم صغيرة بالإمكان نضاعف كل المكونات لنحصل على كمية أكبر آخر مكون هون رح أضيفه هو نص كوب من عصير الليمون الطازج بحركها تحركة مع بعض رح أتركها تغلي غلوة وحدة بدون تغطية وهيك بتصير شربتنا جاهزة للتقديم هيك صارت الشربة جاهزة لنقدمها هلأ بنيجي للتقديم مباشرة بناخد كمية مناسبة من الشربة والحمص وبطبق التقديم مباشرة وهيك بعد ما انتهينا رح نزين بورقة من الكزبرة الخضرة ونقدمها مباشرة وهلأ صار وقت ندوق من الشربات اللذيذة والدافية والمفيدة جداً بالإمكان نضيف لها أي نوع من الخضار اللي منحبه حتى نزيد من قيمتها الغدائية أتمنى تعجبكم وصفتنا وإن شاء الله ألف صحة شكراً للمشاهدة